احنا خلونا نبدأ الأول بالترحيب الشديد بدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر واحد من أهم أساتذة التاريخ في حياتنا المعاصرة ده بجد منورنا ومشرفنا فن في الستوديو زاحتك يا دكتور جمال كل سنة أنت طيب الله يسلمك ومصر كلها طيبة بشكرك على المبالغة دي أنا مجرد بحث في علم التاريخ الحقيقي ما هو علشان العلماء من شيامهم التواضع عندهم أنا أخليك شكراً جزيلاً ومعنين دكتور جمال جاب لي أنا مش للبرنامج هدية عشان بس إيه أنا عارف إيه يونس طبعاً باعتباره دودة إراية فعينه جريت على الكتب مش هتشوف منها كتاب يا يونس لأني جيب له إن شاء الله لا لا أنا هاتلي أنا ما هتجيب لهش حاجة فإن أنا هحتاج أن أنا أجلسه صامتاً حتى أتعلم لا أفو وعايز أتعلم عن حرب أكتوبر العالم وده يمكن أكتر حاجة أنا بحاول أفهمها وبركز عليها في الكلام يمكن في خلال الأيام اللي فاتت العالم بيتكلم عن أكتوبر إزاي وشايف أكتوبر إزاي وزي ما قلت لحضرتك أنا من الناس التي تناصر فكرة إنه الاستنزاف هي المقدمة الطبيعية التي أدت إلى نتيجة اسمها ناصر الثلاثة والسابعية أفهمها بقاً كلامك سليم جداً يعني علشان نوصل لست أكتوبر تلاتة وسبعين إحنا عندنا محطات كتيرة في تاريخ مصر المعاصر عندنا محطات ممكن تبدأ من زرع إسرائيل في العالم العربي عندنا محطة لحرب 48 ونجبة العرب نتيجة لعوامل كتيرة عندنا محطة استهداف مصر فهموا إن مصر الأقوى ومصر الأهم فحدثت أمر عليها في 56 فكانت العدوان السلاسي على مصر 56 عندنا محطة غريبة جداً هي مؤامرة ومؤامرة وممكن نحكي فيها في البرنامج كتير مؤامرة يونيو 67 هي مؤامرة أمريكية إسرائيلية وفي أطراف أخرى وكانت المؤامرة لأنه مصر رفضت في زمن جمال عبد الناصر إنها تركع أو تكون تابعة ومؤامرة وده لازم يتضح ويمكن نهارده الرئيس السلاسي كمان أشار إلى هذه الجزئية اللي هي جزئية الحصار الاقتصادي لمصر يعني ومعاناة الشعب المصري 67 من 67 بعض يتصور إنه المؤامرة 67 كانت بأسباب القومية العربية أو بأسباب تأييد عبد الناصر لحركات التحار الوطني فقط لا ده كمان لأنه الاقتصاد المصري صعد وقفز وحقق نتائج رائعة وبالتالي السوق المصري وأسواق العالم العربي اللي بدأت مصر صدر لهم وأسواق إفريقيا ده يهدد الاقتصاد العالمي ولذلك كان لابد من ضرب جمال عبد الناصر طبعا المفرقة أو ضرب تجربة يونيا ومحاولة تدمير الجيش المصري ويعني ناتف ديكو الرومي التووس زي ما هم قالوا في الوسائق خلينا أقول لحضرتك أنه الإنظار اللي في 56 الأمريكي آيزنهاور طالب بتمانه وطبعا ما كانش عشان سواد عيون عبد الناصر الإنظار هو كان فيه إنظار سوفيتي لإنجلترا وفرنسا وإسرائيل وكان فيه في المقابل كمان إنظار أمريكي من الحلفاء زي ما قاله يجل كده زاول قربة الولايات المتحدة الأمريكية أنظرت حلفاء طبعا عشان نفهم ده لإن الولايات المتحدة الأمريكية كانت عايزة تحل محل دول الاستعمار القديم وتنهي حقبة وتتسيد هي وتبقى نمر وانتبقى القدب اللي بيحكم العالم صحيح بالتوازن بقى مع التحاد سوفيتي لكن احنا هنعرف بعد كده أن هي وحاولت في وقت بداية ثورة يوليو أن تتقارب مع ضباط الأحرار ومجلس قيادة الثورة وحاولوا يتقربوا من الرئيس جمال عبدالناصر الله يحب تمام وحاولوا يقدموا رشوة رشوة في بداية الثورة اللي تبنى بيها برج وحاولها زعيم للبرج أنا عايزة أقول أنه دي محطات رئاسية في الصراع العربي الإسرائيلي ولما اكتشفوا أن مصر هي الأهم أنت عارف حضرتك لما قامت ثورة يوليو 52 إسرائيل في الكنيسة على طول تاني يوم لازم الضباط يحددوا موقفهم مننا يا يعملوا سلام معنا والسلام هنا معناه إبعاد مصر عن العالم العربي وعن القضية الفلسطينية سلام إسرائيلي يعني أو أنه يحددوا أولياتهم يحربون يا إما كده يا إما يحربون وطبعا شاريت باعت رسائل ورسلت رسائل كثيرة لكن لم يحدث موافقة من مصر أنها تدخل في سلام مع إسرائيل منفرد والقضية قضية عربية ليست قضية مصر فقط 56 الإنذار اللي جاء ده كان أيزنهاور عايز المقابل فما فيش مقابل صح وعندنا وثيقة نشرناها ويمكن جبتها لحضرتك في الكتب دي وثيقة أمريكية بيقولوا عايزين نحط عبد الناصر على المحك لازم يبقى معنا من ليس معنا فوض الضل ولذلك جوب فصة دلس وآيزنهاور كانوا نفسهم وزي ما حتى كشرتك كده شهر عصل طويل نسبيا وده خلى ناس تعمل لبس اللي ما أراهش الوسائق الأمريكية كويس ولا الوسائق البريطانية يقول لك ثورة يول الأمريكية ده كلام فارق طبع لأنهم ما كانوش أمريكا ما كيش تعرف مين هو القائد الحقيقي يعني للثورة الثلاثة عبد النظار ده خلى أيزنهاور يطلب التمن وبرضه بالمناسبة دي مهمة أول مسألة دي عبد الناصر كان فاهم الصراع بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية ولعب على ده وكان فاهم الصراع داخل الحلفاء داخل معسكر الغرب الأنجل وأمريكي وبرضه لعب على ده وأمريكا قدت الإنظار قدت له عايز المقابل قال لا قال لأيزنهاور أنت أهور أنت مش بتشوف كان عندنا استعمار إنجليزي ما نستبدلوش باستعمار أمريكي ولذلك تقرر من اللحظة دي اغتيال عبد الناصر وجمعت الإخوان ضليعة في المحاولات شغلتهم 57-67 في محاولات الإغتيال